سيادة الرئيس فيما يتعلق بنجاح مبادرتكم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوبية في وسط آسيا كيف يمكن تعميم هذه التجربة في الشرق الأوسط أم ترون أن المسألة معقدة للغاية هناك نحن دول وسط آسيا والتي تنتمي لهذه المنطقة لا يوجد بيننا هذه الخلافات والنزاعات مما يجعل إمكانية التوصل لاتفاق من الأمور السهلة بينما الشرق الأوسط يواجه الكثير من المصاعب فالصرعات مستمرة هناك إضافة إلى وجود مخاطر التشدد والإرهاب